اشتركوا في القناة المسلمين بالخير وكور بعيد الأضحى وإن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يكرم ويجيب دعاء كل مسلم ومسلمة بإذن الله تعالى هندخل المحاضرة السابعة النهاردة بعد ما حللنا في المحاضرات السابقة وعملنا إضاءات على الشبكات التواصل الاجتماعي أنا عندي وأنا بحل طبعا ما محتاج بعض المواقع الخاصة بالصور أقدر أرفع عليها صور تخص المقرر إيه المواقع أو إيه الشبكات التواصل الاجتماعي اللي بتساعدني أو متخصصة في الصور مثلا أنا عندي مادة علوم عايز تجارب علمية حاططها كإنفوغرافيك أو غيره أو غيره أقدر أرفعها إزاي على شكل صور فعندي شبكات كتير جدا جدا والنهاردة هنكلم أو هنعمل إضاءات تلاتة على الفلكر والبنت الاست والانستجرام التلاتة دول اللي هم خاصين بالصور وبعضهم بيرفع فيديو بس بتبقى مدته قليلة على الانستجرام بيرفع مدته قليلة والبنت الاست برضه قدته قليلة وعشان كده هناخد اليوتيوب لوحده خلونا نتكلم على التلات شبكات دول ونتكلم عليهم نقفل كده ونتكلم على أول شبكة عندي أول شبكة عندي نفتحها اللي هي الانستجرام الانستجرام طبعا زي ما انتوا عارفين اللي هو مش هيزر اللي على الجوال عشان أقدر أضيف وأعملوا الحاجات دي كلها وعشان كده هو منزلك اللي تقدر تنازل الابليكيشن ده من على الاي او اس او من على الاندرويد الجوجل بلاي خلاص من الستور بتاع الابل حسب ما اعمل فس انا اقدر اعمل حاجة دلوقتي انا يهمني هاعرض حاجتين مهمين جدا جدا انا اقدر اعمل حساب عن طريق الجهاز نفسه خلاص بقدر اعمل حساب من هنا او بعمل سويتش اكاونت اللي هو انا هعمل او بعمل اكاونت جديد طبعا لما تيجي تعمل اكاونت ممكن تقدر تعمل اكاونت من على الجوال وبعد كده ينزل هنا او تعمله سيطة بيقدر ينزل على الكروم يعني انا اقدر افتح هنا شايفين ده الانستجرام بتاعي انا اقدر افتحه دلوقتي واقدر اشوف كل الشغل بتاعي هنا والصفحات بتاعتي وكل حاجة هنا وفي نفس الوقت اقدر ادخل من هنا على الانستجرام بتاعي اقدر ادخل على الحساب بتاعي بس في مشكلة طبعا لما اجي اقدر كده خلوني ادخل على حسابا انا دخلت على حسابة كده دي الصور اللي انا حططها اعمل LOTMORE كدا دي الصور اللي انا حططها على حسابي طبعا ذا حسابي دي أرشالED TOOT خلاص بس المشكلة اللي هي يتغيير بقى البسورد وغيره وغيره بس المشكلة اللي بتواجهني هنا إزاي اقدر ارفع صور هنا مقدرش ارفع صور اتفرج بس على الصور من حسابي او من اي حساب تاني اقدر اضيف كومنت ردود او اي حاجة طبعا خلاص دي بعض تصميماتي في الانفو جرافيك انا الحمد لله بصميم الانفو جرافيك وبشرحه كمان طبعا بعض الحاجات في الايفينتات بعض الاعلانات وهكذا طب انا ارفع ازاي طبعا عندي طرقتين طبعا لها ترفع من على الجوال متاعك اللي هي الصور اللي انت عايزها ولو رفع طبعا من على الجوال بتواجهك مشكلة اللي بعض الصور بتبقى ليه حاجمه معين عن استجرام طب انا حلها ازاي انا عندي برنامج هو ده البرنامج اسمه install size شايفينو البرنامج ده لما تنزله بتنزله application على الجوال انا كان نفسي بس اربط لكم شاشة الجوال بس الواصلة حصل فيها مشكلة فمع يعني ما ربطتش بس زي ما بقول لكم البرنامج بتاع install size ده لو انا هربوا لكم كده من الشاشة يعني مش عارف هتشوفوا ولا لأ بقدر من عن طريقه اللي انا اسحب صور بنفس حجمها الطبيعي بنفس حجمها الطبيعي من البرنامج ده وتترفع على الانستجرام يبقى انا كده عديت من مشكلة اللي هي مشكلة الانستجرام في الحجم طب لو انا عايز ارفع من على الجهاز في برنامج تاني اللي هو ده glambler ده ده تنزله على الجهاز تقدر ترفع من عليه وخلوني ارفع معاكو زي ما انتو شايفين كده انا دخلت اهو ده البرنامج بحط الحساب بتاعه على الانستجرام تمام بخش باليوزر نيمو الباسورت بتاعي بدوس لوجن تمام كده بعد ما عالت اللوجن بيقول لي اختار الصورة اختار الصورة دلوقتي اعمل اي صورة طبعا خليني اختار اي صورة كده من الصور علشان تبقى مختلفة مثلا اختار صورة الكمبيوتر دي مثلا اي صورة خلينا اختار صورة الكمبيوتر دي بعدنا مسحة اعملتها كده كده سحبته وبيقول لك بس الصورة ما تعديش ال 2 ميجا خلاص وبيوصل لحد من 1080 ل1080 اللي هي الهي الهي رزوليوشن الهي دي بعمل ابلود كده بصوا معايا اسحب هو دلوقتي مفروض هينقلني على شاشة تانية بس ممكن الانترنت بس اختارت انا الفايل ليه مش راضي يحركها خليني ارجع كده مفروض هينقلني على شاشة تانية دلوقتي خليني اصحب صورة تاني خليني ارفع الشعار بتاعلي اهو صحب الصورة كده بيقول لك حط لها اسم اي اسم انت عايز تحط مثلا بيقول لك انت عايز تعملها فين ده بتاعك خلاص وده الويب لينك اللي انت تقدر تخش منع الويب على تشوف الصورة اللي ترافعت خلاص وممكن تعمل لها شير زي ما بتتعمل لها جوة او ابلود اوصر اللي انت تحط ابلود اوصر يعني المؤلف او اي حاجة هتلاقوس رفعت كده لو عملت بصة اهي رفعت اهي انا عملت رفريش للحساب رفعت زي ما انتو شايفين كده خلاص انا اقدر دلوقتي ارفع اي حاجة عندي عن طريق البرنامج ده من على الجهاز خلاص باقدر ارفع اي حاجة انا عايزها من عن طريقه وهكذا تمام ده برنامج من البرامج الجميلة جدا اللي تقدر ترفع منها وتشتغل من عليها وهكذا وانت من على الجهاز طبعا ده بيساعدك مساعدة قوية جدا جدا وده فكرة الانستجرام الانستجرام اقدر اعمل الحاجات سيكوريتي عليها او اقدر اعملها خاصة يعني في الحساب محدش يشوف ولا الطلاب بتوعي وهاكذا فده نقطة مهمة جدا جدا ويحصل فيه تعليقات على الصور ولايقات وزي ما بنشوف في اي حاجة نقدر نعملها زي ما انتو شايفين تمام اقدر من هنا كده امبدت دي عشان اقدر ادخل حاجة معينة اشوفوا الكود بتاعها لو انا هرفعها على حتة تانية واي حاجة منه تمام ده الانستجرام يقدر ترفعه زي ما انتو شايفين صور بقى تعليمية صور تفاعلية زي ما انتو شايفينها كده تقدروا تتعاملوا معاها وبرضو نفس الفكرة انا قدر ارفع من عليها فيديو بس فيديو خفيف قوي فمش هيبقى كويس تمام خلونا كده دي تجربوها وتشوفوها تستفيدوا منها ازاي وننقل على موقع تاني